اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان فيه اهتمام كبير بفعاليات بطولة منطقة القاهرة للسكواش المقامة دلوقتي في ملاعب نادي زهور وستد القاهرة الدولي لانه يعني ببساطة هي اقوى بطولة في الموسم ده بعد بطولة الجمهورية مشارك فيها عدد كبير من اللعب تقريبا هذير بنتكلم على بطولة زي ما قلت فيه زخم وفيه اهتمام كبير بهذه البطولة بنتكلم تقريبا عن 1420 لعب في مراحل سنية مختلفة وده بتكون فرصة فرصة كبيرة لدعم وتشجيع النشئين والمتسابقين خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر عن الجديد اللي هيقدم السنة دي في هذه البطولة تحديدا وشكل المنافسات هيكون ازاي من خلال ضفنا المهندس اشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة لالسكواش صباح الخير بشمارك اهلا بحضرتك يا فندم ويمكن منتكلم عن بطولة منطقة القاهرة لالسكواش وهي واحدة من اهم البطولات في اللعبة دي في مصر الجديد السنة دي ايه في البطولة طيب بص حركة وفيه حاجات كتير سنة دي جديدة خلينا نحكي بس احنا عملنا ايه السنة دي في البطولة احنا ما جينا النظم البطولة اخدنا راعينا عدة محاور محاور الاول كان هنعمل بطولة فين لوكيشن البطولة بعدين ملاعب البطولة لتعمل على البطولة مش بس اللوكيشن بعدين الجانب الصحي او السيف السيفتي لللعيبة بتوعنا اثناء فقطة البطولة حاولنا نتلافع شوية خلينا نقول عقبات او عقبات بتبقى قدام اولياء الامور واللعيبة سابقة نعملنا ده السنة دي لما جينا اخترنا النادي الزهور والاستاد النادي الزهور والاستاد موقعهم يعتبر سنتر في قاهرة اللي جاي من اكتوبر وزايد وضواحيها بالنسبة له المسافة تقريبا شبه اللي جاي من التجمع او القاهرة الجديدة النقطة التانية دي بالنسبة لللوكيشن بالنسبة للملاعب حاليك النهاردة لو بسيت على الملاعب ملاعب الزهور بالكامل تقريبا شبه جديدة كشط الارضيات بالكامل دهان بالكامل السنة دي اضاف معانا الملعب الجلاس كورت وده كان نقطة مهمة جدا لكذا سبب اولا عشان زيادة عدد لزود عدد الملاعب فيريح الدرو معانا للولاد ده هم بيلعبوا نمرة اتنين عشان الولاد عندنا دول بيطلعوا يلعبوا بره بيبقى في لعبة منهم بتبقى ما شافتش الجلاس كورت ده بسهول فيش نوادي كتير في مصر فيها الملعب الجلاس كورت الجدد تانيهم بالكامل بتعاون ماتحاد المصر اسكواش استاذ عاصم خليفة المهندسة من الترابولسي وملاعب الزهور بالكامل الجددت بتعاون مع نادي الزهور مصر محمد مرداش ومجل السلطة دي كانت تانية نقطة غير اللوكيشن وجودة البلاعب بالنسبة للجانب سلامة الولاد واللعبين احنا جايبين عربتين اسعاف عربية اسعاف موجودة بالكامل من اول مباراة في كل يوم من اول مباراة لحد اخر مباراة بطاقم طب كامل ووحدة تانية موجودة في الاستاذ للعيبة وفي طاقم طب بتاع المنتخب موجود للولاد في المكانين للعيبة كلها مش بس عشان في حالة الاصابة لقدر الله لا ده بيساعد الولاد في عمليات الاحماء لقدر الله حد حصلوا شادة او اصابة وسيطة اثناء اللعب وكمان نريكوفري بعد اللعب تيسينا على اولياء الامور في الحركة والانتقال بين المكانين احنا جايبين بس بيتحرك كل نص ساعة وان المسافة بينهم متعديش ربعمائة خمسمائة متر بس لان كاولياء امور بتلاقي ان ممكن حد عنده مطش الابن في مكان وبعديه بساعة مطش في المكان التاني في الزهوره في الاستاذ فده مفيش كل نص ساعة البس بيتحرك راح جايبينهم مسافة بتكملش دقيقتين او تلات دقايق غير كده كمان احنا لما جينا نعمل الدروس سنة دي لقرعة المباريات رعينا ودي كانت نقطة بتحصل المشاكل فيها كتير في البطلات سابقة مواعيد الدراسة لان احنا قد الوقتي فكاس نص سنة بس فيه ولاد كتير في نظام دراسة تاني انترناشنال لسه شغلين دراسة لغاية دلوقتي فاحنا رعينا ده فمعظم المباريات عندنا بتبدأ من واحدة او اثنين او ثلاثة العصر فده ادى فليكسبليتي للولايات انهم ما طاردش مع الدراسة يعرف يروح مدرسة الصبح ويعرف يجي على المبارة بتاعته نكمل حفل الختام يعني لحد دلوقتي كده حلوة بس خليني اسأل حضرتك حقيقة قلت احنا اول حاجة كان فكرة الاختيار ما بين مكان البطولة وملاعب البطولة مزبوط هزهر في ايه الفرق ما بينهم مكان البطولة هل هي ممكن تقام في مكان خارج القاهرة اصدك هنا في ذا نا افندي احنا جوه قاهرة فيه اختيارات كتير ايه الفرما بين المكان والملاعب طيب المكان ان انا ممكن اقول هفترض على سبيل المثال انا هعمل برضو في مصر الجديدة او في مدينة نصر او في مكان واسط ده كده المكان المنطقة اللي هتتعمل فيها الملاعب عشان تبقى سهولة لكذا سبب سهولة تنقل اختيار مكان الملاعب المكان النادي او المجمع سهولة الحركة والانتقال من الاولياء الامور اللي جايين من بيوتهم رقم اتنين عشان فيه ناس جاي من محافظات اخرى انا عندي مشارك معي واحد وثلاثين هاي ارياضي تقريبا من محافظات الجمهورية كلها فبالتالي فيه ناس جاي من خارج القاهرة طب ده محتاج مكان اقامة لو انا قدتهم اماكن معينة هفترض ان انا رحت في اتجاه القاهرة الجديدة فانا حطيته زنقته في كاتيجري معين هو ده اللي انت هتسكن فيه ده اللي انت هتوعد فيه في القوتيل ده او المكان اللي هتسكن فيه ده اليوم او اثنين او ثلاثة او فترة البطولة اللي انت قاعدة انما لو حردك بصيت على المكان كاللوكيشن بقى نحن بنكرن كاللوكيشن بتاع مدينة نصر وما حولها حركة عندك من اول الكاتيجري بتاع الفايف ستارز لحد ما توصل بتسعمين جنيه وثمانمين جنيه في اليوم الليلة الضبل بالفطار فده ادى اريحية شوية الاولياء الامور ووسعت له لقاعدة الاختيارات في محل الاقامة ده بالنسبة للمكان نجيب هنا للملاعب هل الملاعب يتصلح للعب بصورة تخلي الولاد دول يعرفوا يلعبوا بامان ويلعبوا بالجودة والكواليتي اللي هو عايز يطلع يطلع احسن عنده عقبة من احتي الملعب هو خلاص هنحلل له كل المشاكل وبيخش الملعب جاهز للعب فقط ما عندهش مشاكل في جودة الارضية ولا في الحيطة ولا في الاضاءة ولا في مشاكل سيرفز جوة المكان اللي هو فيه يعني متألي لو حد من حطرتك او الكاميرا شرفتنا هناك في النادي الظهور حتلاقي ان الظهور والاستاد فيهم تقريبا كل السيرفز اللي اي حد ممكن يحتاج ومسألة تصوير الملاعب دي مسألة غاية في الاهمية لانه كان فيه يعني بطولات قبل كده في محافظات خارج القاهرة الملاعب كان بتسبب اصابات للعيبة ويمكن ده كانت بيتكلم عنه أولياء الأمور كتير مضبوط لان الارضية في السكواش لعبة بتاعت فيها كتير قوي شورت سبرينت جاري بسرعة وقف فجأة جاري بسرعة وقف فجأة وغير ديريكشن متاع جسم فلو الارض نعمة اللي ولد أو اللاعب ممكن يتزحل أفنجة لقدرات عرضه لإصابة الارض لو فيها نقر كتير ممكن تغير حركة الكرة فتعمل مشكلة في التحكيم تبقاش عارف يحسب الكرة هنا ولا هنا الحيطة والإضاءة بتاعتها الإضاءة الملعب مع إنارة دهان الحيطان ممكن تداق في الرؤية اللي اللي اللعب هو بيلعب تخطيط الملعب من جوه من بره ممكن عشان كده أن تبطرتوا نادي الظهور تحديدا وتكلموا على ملعب هو ملعب لسه جديد لأنه كان مغلق بقى له 12 سنة تقريبا ده اللي في الاستاد في الاستاد إجلاس كورت آه بالضبط ده كان مغلق بقى له 12 سنة صح؟ بضبوط وانتو لسه يعني أعتقد أول ناس لسه بتفتتح هذا الملعب للجدد بالكامل يعني نحن أزول الحركة احنا جاينا ميسجز كتير على الصفحة عندنا في الناس بتقول احنا حاسين احنا بنلعب في البرتش اوبن ودي نقطة تانية مهمة جدا احنا حرارك النهاردة لو جيت بصيت كام مؤسسة رياضية أو كام نادي عنده جلاس كورت يتعدوا على صابع اليد فبالتالي الولاد عندنا احنا مصر دولة رائدة في الوسكواش لما يجي لعب عندي النهاردة يبقى عنده 11 أو 13 أو 15 سنة ويسافر بطولة عالم ونبقى احنا بندور له أو كولية أمر أو كنادي مسؤول عنه بيدور له على مكان يتمرن عليه في جلاس كورت ويبقى بيعاني في ده أو مش بسهول أنه يلاقيه أو لازم ينادي يوفره له أو يضطر يروح في مكان تاني يدور عليه عشان يتمرن فيه فبيعاني فيه ما خدش الإكسبرينس الكافية قبل ما يسافر بطولة العالم ودي نقطة مهمة أوي فندم مسألة أنه نجهز الناشئين علشان نستمر في الهيمنة والسيطرة في المصرية للعبة السكواش العالمية وحنا عندنا يعني أسماء عظام يعني وأبطال كبار علي فرج الشرباجي أحمد برادة قبل كده الأسماء الكبيرة دي هل بيكون فيه بينهم تواصل مع اللعبة بيحضروا ممكن حد فيهم يحضر بطولات زي دي لأنه أعتقد أن ده يكون حافز كبير قوي للناشئين أنهم يشوفوا الأبطال اللي بتفرجوا عليهم طول الوقت بيشجعوهم بيدعموهم موجودين معهم طيب خني أقول أحريك على حاجة نحن من أول كابتن كريم دارويش لو أنا أبرزل حد دوري حاليا لحد معظم الأبطال من أحرف الكريم عليهم دول على تواصل دائم معنا التحادي دائم على تواصل معنا موجودين موجودين من نفسهم يعني لسه كان من يومين يومي لحد اللي فات كان مو including Arabia طرب السكت موجودة كابتن كريم دارويش كان موجود الأبطال الحركة الكريم عليهم دول طبعا موجودين معنا على طولهم تابعين اللي بيحصل في البطولة طيب لو هنتكلم على بطولة من أول مرة أعتقد يكون فيها هذا الحجم من التنافس أو المشاركين في 1420 تحديداً أعمار سنية مختلفة فكرة بقى تنظيم المباريات ما بينهم ومشاركة العدد ده إزاي بتقدروا لإنتوا يعني يتنظموا المباريات دي ويحصل حاجة حالة من حالات التناغم ما بين الأعمار السنية المختلفة طيب إحنا أما جينا نحط الدرو قرأينا نقطتين أسيتين النقطة الأولى زي نقطة حارك في الأول نقطة دراسة فإحنا حطينا نقطة حنبدأ من عندها المباريات تبدأ بعد طبعاً يوم الجمعة والسبت هنبدأ في حدود واحدة أو اثنين الضهر دي أول نقطة حطناها بوينت هنبدأ من عندها تاني نقطة إن إحنا قسمنا الجروب بتاعت اللعب قلنا الولاد هتلعب في ملاعب الأستاذ والبنات هتلعب في ملاعب نادي الظهور الاثنين جمع بعض بس للتنظيم والسهولة ببطاقم التحكيم الموجود بالكامل اللي هنا مسك اليوم كله وليكن بدأ إساعة وحدة الضهر ومكمل معي لحد الساعة أو عشر أو حداشرة باللعب على آخر المباراة ونفس الكلام موجود في الظهور لما جينا نحط المطشاط عشان كده ده كان أحد الأسباب إن إحنا اتشجعنا إن إحنا نخلص الملعب الجلاس كورت إن إحنا عندنا حداشرة ملعب بنلعب عليهم فوزعنا المباراة على الملاعب بشكل إن انتهاء بداية ونهاية المباراة تبقى في أوقات مناسبة وإن عدد اللعيبة الولاد بيبقوا أكتر من البنات فودينا الولادة عند الست ملاعب اللي هما في الأستاد والبنات أقل خليناهم هما في الظهور فده حطلنا طبعا ده ما بيحصلش في إحنا عدنا تقريبا اتناشر ساعة بنعمل فده خلنا المباراة ماشية والحمد لله الحمد لله تقريبا دي أول بطولة المباراة فيها ماشية في موعدها بالزبط يعني ممكن يبقى فيه تأخرات بسيطة بس التأخرات في الرينج المقبول عشر دقائق خمس دقائق ربع ساعة ده في الرينج المقبول كان قبل كده بنشوف أنه ممكن تأخرات بالساعة وبالساعتين والساعتين ونص في البطولة السابقة يعني الحمد لله سنة دي الدنيا الدرو محطوط تقريبا محسوب بالزبط كويس جدا كان معانا فيها في لجنة كنسبات كمتن وليد منظور عمل معانا فيها مجهود عظيم جدا وفي التحكيم بصراحة يعني كمتن عباس قعود والتيمي اللي معاه عامين شغل يعني احنا حاسين احنا في بطولة بيرش أوبن فعلا يعني طيب البطولة دي اعتقد ان انتو بيكون هنا عندكو عن ناشئين وتقييم لمستقبل اللعبة واللي حق انو لعبة السكواش وقت ده زخم كبير بقيلها فترة كبيرة بعد يعني التواصل في النجاح يعني والاستمرار في النجاح والأساني للناس بقت حفظاها وبتدعمهم طول الوقت تتكلم عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي والأهالي بيشجع ولادهم بشكل كبير جدا جدا وبيدعموهم وازاي بتقييموه الناشئين في مثل هكذا بطولات يعني طيب الولاد على مدار الموسم بيبقى لهم كل بطولة بيشارك فيها وبياخد بوينتز وبعدين فيه الرنك الرنك بتاعه هو ترتيبه فين في الجدو الرنك ده بيديك انديكيشن او انطباع الولد ده ماشي فين الولد او البنت ده ماشي فين دي ريكش متاعه طالعه على نازل دي اول نقطة تاني نقطة دي حردك برضو نقطة مهمة جدا على سبيل مساء احنا بريتش اوبنكات لسه خلصانة في 12 اللي فات ديسمبر احنا حصدنا كل البطولة ناشئين بطولة العالم رجال احنا الوقت يواغدين 13 دهب اللي قابلينا باكستان 14 فاحنا فضلنا واحدة دهب ونبقى يعني تسوينا مع باكستان وان شاء الله نعديهم بعد كده فالاجيال بتتواصل مع بعضها وحريك لو متابعين اللي بيحصل حريك تلاقي بطل عالم على بال ما اسمه بيبقى التعرف وتسمع والناس حفظته سنة والتاني وتلاقي واحد طلع جنبه والسنة والتاني واحد طلع جنبه فقاعدة الناشئين وفي أسر ما شاء طلع منها اتنين اخوات اه ما شاء الله فالناشئين عندنا على طول ودي نقطة كنتمهمة كنتم واخدينها في الاعتبار ان النهار ده اللي بيلعب عندي هو عنده 11 او 13 او 15 سنة في البطولة دي هو اللي كمان سنة واثنين وثلاثة هو اللي بيلعب بره في بطولات العالم وهو ده دول اللي هيطلع منهم أبطال العالم في اللي جايين فدول كان مهم جدا ان هم يقضوا بتاعت بطولات الدولية بالملاعب زي اللي تكلمنا فيها وانهم بيلعبوا بطريقة تنظيمية حاولنا الى حد كبير ان احنا نقرب من التنظيم اللي بيحصل بره طيب لو نكلم بقى يعني بعين المراقب والخبير كده شايفين الافضلية في هذه البطولة مين للبنات ولا للولايات تحديد بص ده مش هيتحدد دلوقتي احنا لسه احنا دلوقتي النهاردة كده اصلي ما فيه مباشرات ما هي اصلي هي دول دول يعتبروا الاثنين كل واحد فيهم ليه مصار مختلف مش هنقول مصار مختلف هي بالنتيجة النهاردة انا اللي بكسب بيستو 3 أو بيستو 5 اللي بيكسب بيكمل واللي بيخسر نوك اوت بيروع فهي في الاخر عدد اللاعبين الولاد اكتر انما مين هيحقق في الاخر الاثنين حيتساول لان انا اخد اول وده اخد اول او دي هتاخد تاني وده اخد تاني انما عدد الولاد طبعا اكتر من عدد البنات انا سؤالي هنا تحديدا لان احنا عالميا متصدرين بالبنات دلوقتي فالمستقبل بقى هيتغير في يعني المستقبل ان شاء الله يعني هذه الظاهرة ولا لا او ده لا بكلم فيه تحديدا في النشئين لا في النشئين الولاد فيه طالع منهم مجموعة كويسة او في الفترة اللي جاية يعني البطولة دي افرازت تحس انك بتتفرج بر اجواء التحضير قبل المنشات بتكون عاملة زي في البطولات دي اللي راح نتكلم على بطولة منطقة القايرة والله يبص احنا تقريبا ما كناش بالنعم احنا في مجموعة شغالة معنا من مجموعة عمل معنا في المنطقة والاتحاد وفي جروب عاما تشغال معنا من هذه الظهور اللجنة الرياضية والنشاط الرياضي احنا تقريبا كنا حطيين بلان لكل نقطة ممكن تحصل من اول اختيار الملاعب من اول توضيبها مرة تانية من اول التنظيم من اول موعيد البص هتبقى ازاي الشركة اللي نتعاقد معها مع البص هتبقى عاملة ازاي شكل البص حجمه هيبقى عامل البص كبير ولا بص صغير هيوقف فين ويتحرك فين البانرز تتطبع فين وتتحط فين الدروب تعلولات دي تعمل امتى تنظيم بشكل عامي نعلن امتى نقفل امتى هنقفل في يوم الاشتراك في البطولة مدنا اليوم او يومين كانت تانين عشان ندي الهيئات الرياضية اريحية في الاشتراك حتى التعاقد على الكسات والمديليات حتى ندي الاول والتاني احنا السنة دي مسلا هنكرم لحد الثامن ده ما حصلش قبل كده نسبة التكريم بقى حفلة الختام هيبقى شكل عامل ازاي طيب احنا الجارة العرف انه بيكرموا الاول والتاني والتالث و الرابع وكتير جدا كان يبقى الاول والتاني لاعبوا على الاول والتاني والتالث و الرابع ما بيقوش لعبوا وبيأخذوا كاسين زي بعض. فكده بيبقى أول أربعة تكرموا. ممكن يكون كان مشارك معي في المرحلة السنية دي 256 لعب. بنبدأ 256 و 128 وكذا حد ما نوصل للنص السمي فاينال والفاينال. إحنا السنة دي قلنا لا هنكرم لحد تمانية. لأن التامن أو التمانية الأوائل دول من 256 لعب أو من 128 لعب. أنت عامل حاجة كويسة جدا. فإزاي واحد تعب ده كله. وقول له في الآخر شكرا نروح. أنت كأنك ما عملتش حاجة خالي إزايك زي اللي طلع من أول دور. فهنكرم لحد الثامن بحاجتين. حيأخذوا كاسات مختلفة. لأن السنة دي حيلعب الثلاثة الرابعة مع بعض. يعني هنحدد الثلاثة الرابعة فعلي. مش ثلاثة الرابعة لمجرد أن هم وصلوا السمي فاين. ومن الخامس للثامن حيأخذوا كاسات أصغر شوية تكريما ليهم. ده كاسات تقديرية. حاجة تقديرية. وتيشرت البطولة أحريك عارف برضو اللعيبة أنت النهاردة ووصلت وشاركت في البطولة ووصلت إنك من التوب إيت. فتيشرت البطولة دي تبقى حاجة زيكرة كويسة جدا للولاد. إحنا مش عاملين حفلة الختام مش عاملينه بشكل أن برضو الدارج أن بيقف اللي صطاف اللي جاي يكرم اللعيبة ويتحط تربيزة عليها الكاسات بيخش الولاد يصور ياخد الكاس بتاعه وبيروح. لأ إحنا عاملين حفلة تسليم جايزة. مش مجرد إنه هو تسليم كاس ويمشي. يعني ليها بروجرام مش عايزين نحرقه بس. ليها بروجرام وبعض الشخصيات العامة لليها علاقة بالرياضة. في منهم ناس أساطير سكواش في مصر. هنكونوا موجودين. آه إن شاء الله. الكلام ده وصل للأهالي ووصل للنشئين لأنه ده يعني حافز كبير جدا ليهم. الحقيقة الاهتمام بالشكل ده والتغيير والاهتمام إنه نكرم لحد التامن وهم يستحقوا طبعا بكل تأكيد بعد ما جنم الكبير في البطولة. ده وصل لهم يعني شكل التغيير اللي حصل في البطولة السناندي ووصل لهم إنعكساته على النشئين وأداءهم داخل البطولة عمل إزاي؟ والله المسجز اللي بتجينا والفيدباك احنا تقريبا يوميا في البطولة احنا يمكن المطشط حتى لما بتبدأ الساعة واحدة أو اثنين الضهر أنا تقريبا ببقى في الملاعب من تسعة تسعة ونصف الصبح فبقابل كل الناس الإداريين والمشرفين والمدربين وأولياء الأمور وناس كتير من الاتحاد ومن براء الاتحاد الفيدباك اللي جاي لناس الحمد لله بتقول إنها أول مرة تشوف تنظيم زي ده إنهما الولاد عندهم حافظ إنهم عايزين يحققوا كل اللاعب عايز يحقق في البطولة دي عشان لما تذكر البطولة يقول ده أنا أول كاس خدته أو خدت كاس في البطولة دي فأه طبعا تفاصيل كلها وسطة للناس الحمد لله وده هيحطكم قدام تحدي أكبر في البطولة القادمة بإذن الله وإن شاء الله أكيد يعني هتكونوا أدى هذا التحدي وتعمله بطولة أفضل بنشكر حياة المهندس أشرف الخولي رئيس منطقة القاهرة للإسواج شكراً لكم شكراً جزيلاً